مع كل تسجيل جديد لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري تتكشف المزيد من التصدعات والخلافات بينه وبين زعيم جبهة فتح الشام أبو محمد الجولاني حمل التسجيل الأخير لزعيم القاعدة الكثير من الرسائل التي وجهها إلى الجولاني أهمها برأي الخبراء والصحفيين مطالبته أي الجولاني بالعودة من جديد إلى أحضان القاعدة بدى واضحا للعيان الصراع الدائر بين زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وزعيم جبهة فتح الشام أو ما يعرف عنها سابقا بجبهة النصرة أبو محمد الجولاني خاصة بعد رسالة الأخيرة التي أصدرها الظواهري وكانت جلها موجهة إلى الجولاني تشققات وتصدعات بدأت تنشب بين الأستاذ وتلميذه أي بين الظواهري الذي وضع أمالا كبيرة على الجولاني في إيجاد موطئ قدم للقاعدة في سوريا لكن الأخير انشطر عن التنظيم رغبة منه في الدخول في صف الجماعات التي تقاتل نظام الأسد في سوريا وهو انشطار عده كثيرون بأنه شكلي ويبدو أن الظواهري عارض بشكل واضح محاولة الجولاني التنكر للقاعدة يريد الظواهري تذكير الجولاني بأنه ابن تنظيم القاعدة ولا يمكن لجولاني مهما غير من رايات ومهما غير من أسماء ومهما غير من ملابس سواء لبس ملابس شامية أو لبس الأفغانية فهو ابن تنظيم القاعدة ولا يمكن فصل تنظيم الجولاني عن تنظيم الظواهري تفسيرات وتحليلات كثيرة توصل إليها صحفيون وخبراء في الجماعة المتشددة حول رسالة الظواهر مفادها أن زعيم القاعدة يحاول جمع شتات تنظيمه ويسعى لفرض سيطرته على أفرعه في وقت تتقلص فيه مساحة الأراضي التي يحتلها داعش ما قد يفتح الباب لتنظيم القاعدة في صدارة المشهد خاصة أن التنظيمين كانوا وما زالا يتصارعان على بسط نفوذهما في سوريا صحفيون آخرون قالوا إن فحوى رسالة الظواهر هي تذكير الجولاني بتبعيته لتنظيم القاعدة والتخلي عن أطماعه في إقامة إمارة خاصة به في سوريا الآن يريد الظواهر أن يذكره بأن هذه البيعة قائمة ويريد أن يذكره أن فكر القاعدة هو الذي يقوم عليه تنظيم الجولاني وبالتالي لا يمكن أن نفصل عناصر القاعدة فكريا في سوريا عن عناصر أو عن تنظيم القاعدة في العالم الجولاني ما أعتقد أنه يمتثل إذا كانت الرسالة للجولاني ما أعتقد أن يمتثلها لأن الجولاني فعلا له أطماع واضح من رسائله ومن خطاباته أن هذا الرجل عنده أطماع في سوريا وفي الحديث عن الأطماع فإن خبراء في الجماعات المتشددة فسروا أساس الخلاف بأنه يتعلق بالمال والسلاح الذي يصل إلى جبهة فتح الشام بقيادة الجولاني أي بعيدا عن سلطة الظواهر الذي يسعى إلى وضع تلك النشاطات تحت رقبته وتصرفه على ما يبدو أن الحرب قد اندلعت بين الظواهر والجولاني فلمن ستكون الغلبة؟